السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبيبي يا رب كلكم طيبين وبخير واهلا بكم جميعا في قناتي انا مروة زهرة ان شاء الله النهاردة هقدم لحضراتكم فيديو خاص بالصفة الخامس الابتدائي في مدية الدراسات الاجتماعية هشرح معكم الدرس التاني من الوحدة التانية بعنوان الموارد المائية في بلدي قبل ما ابدأ الفيديو بتمنى لو انا بقدم لحضراتكم معلومة بسيطة كلكم تدعوموا الفيديو باكبر عدد من اللايقات والتعليقات وشرفوني بالاشتراك في القناة وفعلوا الجرس على كلمة الكل علشان يوصلوكم اشعارات بالفيديوهات الجديدة اللي انا هنزلها ان شاء الله وتابعوا الفيديو للاخر واستفادوا من شرح المادة بطراءة بسيطة الدرس النهاردة بعنوان الموارد المائية في بلدي يعني ايه الموارد المائية في بلدي؟ يعني الميا اللي موجودة عند في مصر في البداية بيعرف لي ان كوكب الارض بيعرف باسم الكوكب الازرق تبش معنى بيطلق على كوكب الارض الكوكب الازرق قالك لان الميا بتغطي 71% من مساح الكوكب الارض ده اول حاجة رقم واحد يعرف كوكب الارض باسم الكوكب الازرق لان المياه بتغطي 71% من مساح الكوكب الارض رقم اتنين بيمثل اليابس 29% من مساح الكوكب اليابس دي عن الارض الصلبة اللي بعيش عليها انا وانت وبقيت الناس كلها دي اسمها اليابس اليابس بيمثل 29% من مساح الكوكب الارض طيب رقم 2 عندي حاجة اسمها المياه على كوكب الأرض عندي نوعين من المياه موجودين على كوكب الأرض أنا بتكلم دلوقت على كوكب الأرض عندي مياه ملحة وعندي مياه عزبة المياه الملحة دي نسبتها كبير جدا بتمثل 96.5% المياه الملحة نسبتها أكبر من المياه العزبة المياه الملحة بتمثل 96.5% والمياه الملحة دي بتتمثل في البحار زي البحر الأحمر والبحر المتوسط والمحيطات والبحيرات الملحة والمياه الجوفية الملحة هو فيه مياه جوفية ملحة هقولك أيها المياه الجوفية الملحة دي بيكون قريبة من البحار لكن المياه الجوفية العزبة دي بيكون خارجة من الآبار أو العيود ركزوا في الجزئية دي كويس تاني أنا عمدي على كوقب الأرض نوعين من المياه المياه الملحة والمياه العزبة المياه الملحة دي بيكون نسبتها كبيرة جدا نسبتها 96.5% بتتمثل في البحار والمحيطات والبحيرات الملحة والمياه الجوفية المالحة رقم 2 عند المياه العزبة والمياه العزبة دي نسبتها بسيطة شوية ودي بتتمثل في 3.5% بيكون موجودة عندي في الأنهار زي نهر النيل مثلا والبحيرات العزبة والمياه الجوفية العزبة والجليد في القطبين الجليد في القطبين ده بيكون كلته عبارة عن التلج جامد جدا والتلج ده أول ما بيبدأ يسيح بيتمثل في شكل مياه عزبة فعلشان كده دخل الجليد في القطبين ضمن المياه العزبة يبقى المياه العزبة متمثلة في الأنهار والبحيرات العزبة والمياه الجوفية العزبة والجليد في القطبين طيب أنا عايزة أعرف إيه هو مصدر المياه العزبة عندي اللي موجد لي الأنهار ومخلي عندي بحيرات عزبة ومخلي عندي مياه جوفية عزبة قالك تساقط الأمطار والسلوك تساقط المطر والسلوك ده هو مصدر المياه العزبة اللي موجود عندي يبقى أنا عندي على كوكب الأرض نوعين من المياه المياه الملحة والمياه العزبة المياه الملحة متمثلة في البحار والمخيطات والبحيرات الملحة والمياه الجوفية المالحة المياه العزبة متمثلة في الأنهار والبحيرات العزبة والمياه الجوفية والجليد في القطبين تعالوا رقم اثنين نتعرف بقى على المياه في مصر والمياه في مصر بيشرح فيها بقى بيقول لي ان انا عندي هيتكلم عن المياه في مصر نفسها عندي برضو نوعين من المياه في مصر عندي مياه عزبة وعندي مياه ملحة المياه العزبة متمثلة عندي في تلات مماكن او تلات مصادر والمياه الملحة برضو متمثلة في تلات مصادر المياه العزبة عندي موجودة في نهر النيل وفي الامطار وفي المياه الجوفية العزبة المياه الملحة موجودة عندي في البحار والمياه الجوفية الملحة والبحيرات الملحة تعالوا نبدأ نشرح أول حاجة المية العزبة موجودة عندي أولا في نهر النيل نهر النيل وفرعيه دميات ورشيد وبحيرة ناصر دول أهم مصادر المية العزبة عندي موجودة في مصر نهر النيل فرعيه دميات ورشيد وبحيرة ناصر كمان بيعرف لي أن نهر النيل ده بيد المصر سنويا خمسة وخمسين ونص مليار متر مكعب مياه نهر النيل بيد المصر سنويا خمسة وخمسين ونص مليار متر مكعب مياه سنويا طيب وبعدين إزاي بقى مصر بتستفد من نهر النيل ده قالت لا دم نهر النيل ده لا أهمية كبيرة جدا مصر بتستفيد منه قديما وبتستفيد منه حديثا قديما أنه نهر النيل ده كان له دور كبير جدا في قيام الحضارة المصرية القديمة لأنه نهر النيل ده قدن مصر الطربة الخصبة والمياه العزبة وكمان عملوا في إيه قالت ده هما كمان قاموا بإنشاء مقياس على النيل علشان يقدروا يحددهم أو يقيسوا منصوب المياه وقت حدوث الفيضان كمان استخدموا نهر النيل ده في النقل استخدموه في التجارة بين شمال مصر وبين جنوبها علشان كده قالك إن هما استخدموه في النقل وكمان عرفوا به مواسم الزراعة يعني من خلال النهر النيل ده قدروا يعرفوا بينه مواسم الزراعة إمتى يحصدهم إمتى يبزرهم إمتى يعرفوا هيزرعوا الرز إمتى إمتى هيعرفوا المحصول إنه هلا يستخدم مياه كتير المحصول إنه هلا مش هيستخدم مياه كتير فعلشان كده قالك إنه هما من طرق الاستفادة من نهر النيل قديما إنه هما قدروا ممكن مثلا يجي وقولك أذكر طرق الاستفادة من نهر النيل قديما أو المصريين القدماء استخدموا نهر النيل إزاي فأنت هتقدر تقول إنه هما أقاموا مقياسا على النيل واستخدموه في النقل وعرفوا به مواسم الزراعة تعالوا حديثا بقى نشوف حديثا عملوا ايه في نهر النيل ده حديثا حضرتك تقدر تعرف ان هم انشأوا منه العديد من المشروعات عشان يستفادوا من مية نهر النيل ده عملوا حاجة اسماء خزان أصوان وعملوا السد العالي وعملوا كمان ترع اسماء ترعة الإبراهيمية وترعة الإسماعيلية علشان ياخدوا مية نهر النيل عن طريق الترع دي ويوصلوها للأراضي الزراعية عشان يوريوا الأراضي الزراعية يبقى دي فايدة الترع أصلا الترع دي بيكون فايدتها ان هم يقوموا بنقل مياه نهر النيل عن طريق الترع دي لرأي الأراضي الزراعية يبقى حديثا اقاموا العديد من المشروعات مثل خزان أصوان والسد العالي وترعة الإبراهيمية وترعة الإسماعيلية تعالوا بقى نشوف الأمطار أول ما تسمع طبعا كلمة الأمطار دي بيجي على بلق على طول ان الأمطار بتسقط في مصر في الساحل الشمال علشان كده الساحل الشمالي ده بتعتمد عليه الزراعة على الأمطار بتعتمد الزراعة في الساحل الشمالي على الأمطار بس قالك ان الاعتماد ده لا يمكن ان يكون اعتماد كلي على مياه المطر تب ليه لو جالك سؤال وقالك بما تفسر عدم الاعتماد الكلي على مياه الأمطار في الزراعة في الساحل الشمالي ليه ما بنعتمدش اعتماد كلي على مياه الأمطار في الزراعة في الساحل الشمالي قالك لأن كمية الأمطار بتختلف من عامل آخر بسبب اختلاف كمية الأمطار من عام إلى آخر رقم ثلاثة كمان عندي حاجة اسمها المياه الجوفية العزبة والمياه الجوفية العزبة دي بتعتمد عليها الحياة في الواحات المصرية دول حيشين حياة كلية على المياه الجوفية العزبة دي المياه الجوفية العزبة دي هم اللي بيعتمدوا عليها في عملية الشرب والقيام بأغراضهم وحياتهم كلها متوقفة على المياه الجوفية العزبة دي المياه الجوفية العزبة دي موجودة في الواحات المصرية زي واحد سيوة والدخلة والخرجة في الوادي الجديد طيب المياه الجوفية العزبة دي قالك أن مصر كمان المياه الجوفية العزبة دي بتكون عبارة عن أبار أو عيون وبيكون مياه عزبة بيقدروا يستخدموها في عمليات الشربة كمان قالك أن مصر بتمتلك العديد من الخزانات الجوفية الخزان الجوفي ده بيتكون من خلال تساقط الأمطار الأرض بتبدأ أرض صخرية بتبدأ تشرب المياه دي وتمتصها لحد ما تجمع المياه دي في مكان والمياه دي بتبقى عبارة عن خزان جوفي الخزان الجوفي ده بيكون زي كتلة صخرية قادرة على تخزين المياه وقال لك أن مصري فيها العديد من الخزانات الجوفية أشهرها خزان اسمه خزان الحجر الرملي النوبي خزان الحجر الرملي النوبي ده أشهر الخزانات الجوفية اللي موجودة عمدي في مصر اسمه خزان الحجر الرملي النوبي وكمان يعني كلمة خزان جوفي خزان جوفي ده بيكون عبارة عن قتلة صخرية قادرة على تخزين المياه ده المقصود بالمياه في مصر تاني سريعا هنتكلم على المياه الموجودة عند في مصر عند مياه عزبة وعند مياه ملحة المياه العزبة متمثلة في نهر النيل والأمطار والمياه الجوفية المياه الملحة بقى متمثلة في البحار والمياه الجوفية الملحة والبحيرات الملحة قلت لكم نهر النيل أبسط كلامها تقوله فيه فرعيه نومياته راشيد وبحيرة ناصر ونهر النيل بيد المصر سنوياً 55.5 مليار متر مكعب وإزاي مصر استفادت من نهر النيل ده قديماً وحديثاً أنت ممكن تقولي الكلام زي حدوتة كده قديماً قاموا بإنشاء مقياس للنيل واستخدموه في النقل وعرفوا به مواسم الزراعة حديثاً قاموا بإنشاء العديد من المشروعات زي خزان أسوان والسد العالي وترعة الإبراهيمية وترعة الإسماعيلية وكمان الأمطار بتسقط في الساحل الشمالي وبتعتمد عليها الزراعة بس الاعتماد ده مش اعتماد كل لأن كمية المطر بتختلف من عام لآخر كمان المياه الجوفية متمثلة بتعتمد عليها الحياة في الواحات المصرية زي سيوة والدخلة والخرجة في الوادي الجديد وعندي من أشهر خزانات الجوفية في مصر خزان اسمه خزان الحجر الرملي النوبي خزان الحجر الرملي النوبي تعالوا بعد كده نكمل كمان عندي حاجة اسمها المياه الجوفية هناخد المياه الجوفية والمياه الجوفية موجودة عندي في مصر فين؟ موجودة عندي في البحار وموجودة عندي في المياه الجوفية المالحة وموجودة عندي في البحيرات المالحة تاني المياه المالحة موجودة عندي فين؟ موجودة عندي في البحار في البحر الأحمر والبحر المتوسط وخليجي العقبة والسويس خليكم عارفين أن ما يقول لك مية ملحة تبقى متعارف أنه موجودة في البحر بحر إيه بحر متوسط وبحر أحمر وخليج العقبة وخليج السويس وعندي المياه الجوفية الملحة اللي أنا قلت لكم اللي هي بتكون قريبة من البحر كمان عندي البحيرات الملحة والبحيرات الملحة ده عندي موجودة في شمال مصر على البحر المتوسط البردويل والمنزلة والبرولوس وإتكو ومريوت وعندي كمان بحيرة اسمها بحير القارون دي موجودة في الفيوم بحير القارون تب لو جي سألني سؤال وقال لي اسكري أهمية المياه العزبة أو أهمية المياه الملحة أو إيه فايدة المياه الملحة أو فايدة المياه العزبة خلي بالكم اللي اتنين لهم أهمية كبيرة جدا يجي لك في الصح والغلط يقول لك المياه الملحة تقل أهمية عن المياه العزبة فتبقى أنت عارف أن الإجابة خطأة أن المياه الملحة دي لأهمية كبيرة وأهميتها زي أهمية المياه العزبة بالزبط لازم تركز تب تعالوا نشوفوا المياه العاسدة بنستخدمها في إيه كلام بسيط جدا بنستخدمها في الأغراض المنزلية بنستخدمها في عملية الزراعة وصيد الأسماك الكلام ده كان موجود في المنهج القديم وإحنا كنا بنقول إيه مصدر رئيسي للزراعة مصدر رئيسي لصيد الأسماك بتستخدمت الصناعة والسياحة والتجارة السياحة السياح بيجوا من جميع دول العالم عشان يتفرجوا على نهر النيل ده ويركبوا في مراكب وياخدوها زي جولة طرفهية كده في نهر النيل وبتستخدم في التجارة ونقل البضائع علشان كده قلنا أهمية المياه العزبة انت ممكن تقولها بكلام سهد مصدر رئيسي للزراعة مصدر رئيسي لصيد الأسماك بتستخدم في الأغراض المنزلية بتستخدم في الصناعة والسياحة والتجارة ونقل البضائع تب تعالوا على المياه الملحة المياه الملحة أهميتها إيه ده أهمية كبيرة جدا المياه الملحة دي بتستخدم برضو في صد الأسماك من البحر الأحمر والبحر المتوسط كمان بيستخرج من المياه الملحة دي تبق أملاح المهمة زي ملح الطعام اللي احنا بنستخدمه في الأكل اللي احنا ما نقدرش أصلا نعمل أي أكل من غير ما يكون موجودة عندنا ملحة كمان قالك بأنه بيستخرج من قاع البحار والمحيطات البحار الملحة دي الأبار البترول والغاز الطبيعي لأن قاع البحار ده بيكون فيه عبارة عن تجمعات لحقول البترول والغاز الطبيعي فعلشان كده بيستخرجوا من قاع البحار البترول والغاز الطبيعي وكمان قالك أن هي وسيلة للنقل البحري وركزوا على دي عشان بيجيلكوا دايما في الاختيار وبتيجي في الصحة والغلط المياه المالحة وسيلة للنقل البحري المياه المالحة وسيلة للنقل البحري ركزوا عليها في الصحة والغلط والاختياري وآخر جزء عام دي بس قبل ما نتنقل على آخر جزء في الدرس نقول سريعا أهمية المية العزبة والملحة المية العزبة بتستخدم في الأغراض المنزلية مصدر رئيسي للزراعة صيد الأسماك بتستخدم في السياحة والتجارة ونقل البضائع تعالوا على المية الملحة هنقول صيد الأسماك وبتستخدم في الاستخراج ملح الطعام أو الأملاح المهمة مثل ملح الطعام ووسيلة للنقل البحري تعالوا على آخر جزء عندي في الدرس وجود ده جزء بسيط جدا والجزء الأخير ده بيتكلم لي فيه على جهود الدولة في تحليط مياه البحر الدولة عملت إيه علشان تحلي مياه البحر الدولة عملت إيه علشان تعمل تحليل مياه البحر أول حاجة الدولة بدأت تعمل محطات اسمها محطات تحليل مياه البحر ودي موجودة عندي هنا في البحر الأحمر في مدينة الغردقة أول حاجة قالك محطات تحليل مياه البحر ديت بتعمل على تحويل المياه الملحة إلى مياه عزبة صالحة للاستخدام البشري دي المقصود بكلمة محطات تحليل مياه البحر محطات تحليت مياه البحر مرة تانية دي محطات بتعمل على تحويل المية الملحة بتحول المية الملحة لمية عزبة صالحة لاستخدام البشري يعني بيجيبوا مية البحر وبيدخلوها جوة المحطة دي ويعملوها عملية تحويل أو تكرير علشان يحولوها المية عزبة تكون صالحة لاستخدام الناس رقم اتنين أماكنها موجودة فين موجودة عندي في محافظة البحر الأحمر وموجودة في محافظة السويس وموجودة في محافظة الإسماعيلية رقم ثلاثة بيقول لي أن أكبر محطة لتحليط مياه البحر في العالم محطة في العين السخنة وكمان بيعرفني آخر حاجة في الدرس خالص أن يوم 22 مارس دا اليوم العالمي للمياه علشان بيستخدموا فيه أو بيوعوا الناس بأهمية المياه العزمة يوم 22 مارس دا اليوم العالمي للمياه للتوعية بأهمية المياه العزمة دا شرح الدرس الطرق بسيطة جداً ياربكم بقدم لكم علومة مفيدة دعواتي لكم جميعاً بالتوفيق والنجاح كنت معاكم نسمر وزهرا